اشتركوا في القناة 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 وذلك قال ولو تبعدت ديار من الروح قريب وطير السماعة لن في حمر الأرض تقع به ثم أتى الخرائطين يعتذر رجل إلى رجل من ترك من ترك عبادته أو من ترك عبادته زيارته تبعد صح حديث النعلي الخرائط في رجل اعتذر رجل من ترك زيارته عند الناس كذب أوه كلام جاء من أجمل ما يكون لابد صراحة يقر من عشر قوم الرجل خلاص جاب لسانة يقول شوف يقول الإخلاص هو مسك النصون في مسك القلبي ينبغ وريحه يقول إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده لا 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 إيه ده كلام كلام عالي جدا الله أكبر قال إن جافتك بالزيارة أنني ببقاء نفسك في الدعاء لجاهده ولربما تركت زيارتي مشفقون وطوع على عمل الضميري العابده نعم ويكون صادقا حقا ما الذي يجوله أنه يبين لك سيدخل الرياء في المسألة ويدخل في حظ النفس في المسألة لما يكون خالصا لا يجدك الله بقى يبلغ عنك وتجعله من قلبي يشعر يشعر بصدق محبتك يشعر بتعضيبك يعني أبو سلم قال قيل الضيغة من مالك يا أبا مالك لقد هممت أن أشتري في قربك دارا لأكثر اللقية بك فقال إن موادة تغيرها قلة اللقاء لمدخولة وذلك بقى العلماء يقولون وعلامة المحبة في الله أنها لا تزد البر ولا تخل بالجفاء محبة في الله سابتة بتعلق لأن مدتها موجودة إيه بقى مدتها فين مدتها محبة الله محبة الله هي مدتها نعم الآن إلى الانتصار علماء الشفائية أصحاب العقيدة النقية عقيدة سيد البشرية في رب البرية هذه إنذار ودعوة إلى المذهبية الخبرية لو كنتم حقا شفائية تعالوا ننظر في العقيدة هل العقيدة عقيدة سيد البشرية أم لا لنرى أنتم شافع حقا ولا أنتم من المدخلين على الشفائية وهذا سنبينه السلسلة هذه إن شاء الله ستضع حدا لمن يكون شفعيا حقا الله مش يقول شفعي ويقول أنا لا أحيد عن الشفعي أبدا خلاص تعال ما ننظر فيك وفي عقيداتك يعني بأزيارة القبور ضرب الله الرحل وعجبات الإبل للقبور هذي من الشفعية؟ هذي من عملنا الشفعية؟ سنرى وهل تأويل الصفات من فعل الشفعية؟ وهل عدم الإيمان بالقدر إيمان تم هذا من الشفعية؟ لننظر كيف أنتم شافعا وننظر الفرق بينكم وبين الموردي وبين البوايتي مش دول خلاصة الشفعية؟ مش هو مدول خلاصة الشفعية؟ هو أصلا كل شروعات الشفعية اللي جاية دي كلها ووقف عليه كلها فارع المخصص الموزني والموزني دي ده أخص النظر بالشفعية تعالوا نجوفه الموزني وأنت ونشوفه العقيدة كيف هي؟ فضل والعمراني الإمام العلم الشفعي صاحب العقيدة النقية الذي يرد على القدرية المعتزل القدرية ويرد على الرافضة الخشبية فناس الله يجد في علا أن يتعالنا نعلي شأن كل صاحب العقيدة صحية سوية فضل ما خلنشف هذا الشعب ولو تبعدت الأخطار فرابط القلوب يكفي صدق المحبة إن كانت في الله فالله يبلغها لا تحتاج الوسيد إن وثقت في مهدة أخيك فلا عليك زارك أم لا فلا عليك زارك أم لا لأن صدق المهدة مديو أما أنه يقول أنا بحبك أحب أسمع لك أحب أن تسأل عني تتلمني ده أمر آخر هو لا يشاكك في صدق المهدة لكن بيقول إيش أنت حبيبي فأحب أن أسمعك وأتكلم معك وأتجذب أطراف الحديث وحقه في ذلك يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكون قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم